وحول انعقاد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري بمقر الأمانة العامة ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود تنقل لنا أهم مدارة من مناقشات اليوم فيما يخص الملفات المطروحة سواء عودة الجامعة السورية إلى الجامعة العربية أو الملفة السودانية أو الفلسطينية نعم بعد التحية بشكل رسمي أصدل السطار عن قرار عودة سوريا إلى مقر جامعة الدول العربية بعد قرار مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد اليوم بحضور وزراء الخارجية العرب باستئناف مشاركة الحكومة السورية وجميع المنظمات التابعة لها في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية بدءا من اليوم السابع من مايو فهذا قرار رسمي بعودة سوريا لأحضان الجامعة العربية مرة أخرى هذا القرار جاء بعد مشاورات واجتماعات بدأت صباح هذا اليوم وتحديدا الاجتماع الذي الطاري لوزراء خارجية العربة الذي دعت إليه مصر والسعودية والعراق والأردن لبحث عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية أو حتى يعني الأزمة في السودان ووقف اطلاق النار في السودان ثم بدأت بعد ذلك الجلسة الأولى التي أكد فيها السفير سامح شكري وزير الخارجية على أنه لا يوجد حل عسكري داخل سوريا وأنه لابد من الحل السياسي الذي يعني تكون فيه الحكومة السورية طرف في هذه الأزمة وأن مصر أكدت على أن الصراعات المسلحة لا تحل هذه الأزمة ولابد من التزام المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه الشعب السوري وأيضا يعني وقف النزاع أو الحالة الحاصلة في سوريا ثم أيضا يعني هذا الاجتماع أكد على عدد من المخرجات أيضا منها مخرجات عمان وأيضا التشاورات والاجتماعات التي سبقت هذا الاجتماع اليوم نتحدث تحديدا على أنه في منتصف أبريل الماضي كان هناك اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية بمشاركة مصر والأردن والعراق وأيضا السعودية والتأكيد على أو بحث عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية مرة أخرى ثم بعد ذلك اجتماع عمان بحضور وزير الخارجية السوري وبحضور مصر أيضا والأردن والعراق ثم الاجتماع اليوم وكان سبقها بالأمس أيضا اجتماع المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية ولكن اليوم أزدل السطار على عودة سوريا عودة سوريا لأحضان جامعة الدول العربية قبل أيام من انعقاد القمة العربية في المملكة العربية السعودية محمود ماذا أيضا عن الملف السوداني والفلسطيني والذين تم المناقشة عنهما في اجتماعات اليوم نعم نعم انتهت الجلسة الأولى التي كانت تتعلق بسوريا ثم ستعقد جلستين هامتين جلسة الثانية خاصة بالأوضاع في السودان سيتم مناقشة الأوضاع في السودان أيضا والعمل على المبادرة السعودية التي رحبت بها مصر بعد الاتفاق مع ممثل مجلس السيادة الانتقالي السوداني وأيضا قوات الدعم السريع فسيتم مناقشة هذه القرارات اليوم أو هذه الأوضاع للخروج ببعض التوصيات أو بعض القرارات التي تؤدي إلى وقف النزاع في سوريا وحقن في السودان عفوال وحقن الدماء الشعب السوداني وأيضا فيما يتعلق بالجهود الإنسانية والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني ومن هذا المنطلق سيتم أيضا التباحث حول الهدنة التي يتم الالتزام بها بين الطرفين لمزيد من أن يكون هناك حقن للدماء في السودان وهذا أيضا يأتي عقب مباحثات أجراها السفير سامح شكري مع عدد من وزراء الخارجية وعدد من الأطراف المعنية بحل الأزمة في السودان على رأسها الاتصالين الهاتفين الذين أجراهما السفير سامح شكري بطبعا مجلس القيادة السوداني الانتقالي وأيضا قوات الدعم السريع والتعبير عن قلق مصر البالغ تجاه الأزمة السودانية واندلاع المسلح في السودان وأيضا التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان ثم أيضا الترحيب بالجهود والمبادرة السعودية التي انطلقت أمس ثم أيضا اليوم يعني القوى المدانية التي أرسلت خطاب لسيد أحمد أبو الغيت أمين عام جامعة الدول العربية تدعوه بالمطالبة بضرورة حل أو أن يكون هناك دور لجامعة العربية بوقف إطلاق النار في السودان وأيضا أن يكون هناك دخول مزيد من المساعدات الإنسانية داخل السودان ورفض التدخل الخارجي في السودان إلا لوقف هذا النزاع وتوحيد كلمة الشعب السوداني أما فيما يتعلق أيضا بالقضية الفلسطينية ستكون أيضا على رأس أجندة اجتماع وزراء الخارجية العرب سيتحدثون عن الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في فلسطين وأيضا العمل على ضرورة الحد من هذه الانتهاكات ووقفها فورا طبعا لحقن دماء الفلسطينيين وضرورة وقف هذه الانتهاكات يعني الجلسة الأولى الخاصة بسوريا ربما ستنتهي بعد قليل وسيكون هناك مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السفير سامح شكري يوضح فيه ما حدث جراء عودة سوريا لجامعة الدول العربية ثم بعد ذلك سيتم استكمال المناقشات والجلسات جلسة خاصة بالأوضاع في السودان والجلسة الأخرى ستكون خاصة بالوضع داخل فلسطين والحديث عن القضية الفلسطينية فبالتالي هو اجتماع هام اليوم يتناول القضايا الثلاث داخل جامعة الدول العربية وبالتأكيد سنتابع معكم كل ما هو جديد سواء فيما يتعلق بتفاصيل أكثر عن عودة سوريا متابعين معك على مدار اليوم فعليات هذا الاجتماع لوزراء الخارجية العرب في مقر دماعة الدول العربية شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون المصري محمود دميل كنت معنا مباشرة من هناك ترجمة نانسي قنقر